السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في وصفة جديدة ودائما مع الواصفات الرمضانية راح ندروا اليوم وصفة 10 شربات بطريقة سهلة بزاف راح نخدمه لك ستري 10 شربات وبيه راح نخرجه حتى الخمسة لثلاثة 10 شربات لونك الطريقة راح تكون سهلة بزاف المقادير بسيطة تابعوني وان شاء الله تعجبكم في هذا الوصفة راح نحتاجه كاس تعاصير الليمون الكاس اللي راني نستعمل فيه يرفض حتى 300 ميلي لتر خليت الليمون بهذا كلابيول بتاعه نونك ما صفيتوش ونضيف عليه زوج كيسان تعالصكر والا هنا الكمية ممكن تبعلكم شوية بزاف ولكن هذا الليكستري اللي منه اللي راح نخرجه سشربات نونك هاد الكمية الكاس تعالالقارص راح نخرجه منه حتى الخمسة ري ثلاثة تعالشربات وكما اشتهنا ضيفت عليها قرصات تعالملح نحرك مليح هاد المكونات حتى وين يدوب هاداك السكر هنا نقدمها نخليها قدمة مليح يعني حتى وين خليتها الليلة كاملة راح يكون احسن ومرة على مرة نحرك باش يدوب هاداك السكر وغير يدوب السكر هاداك نروح نضيف عليه ربعة مغارف كبار تاع المزهر ونعود نحرك مرة تانية ونضيف عليه القليل من عطر الفانيليا وهنا راح نضيف عليه شوية اوراق تاع النعنع هادا الاضافة اختيارية مجيش في شربات لكن راح تعطيه دوق بزاف برين في شربات تانية نوك هنا الشرق الاوراق تاع النعنع نعصرهم مليح بيدي باش يخرجوا هاداك النوك هاللي فيهم ونحطهم داخل العصير ونعود نحرك وفي الاخير بعد ما يوجد الكسريت تانى تقدروا تحتافضوا به في المجمد في قلعة صغار وتجبدوا وقت الحاجة كمان راح نستعملوا كامل دوق راح نضيفوا عليه حتى الاربعة لترات تعلموا نتوموا كيفاش تحبو الشربات كيفاش تكون حلوة يعني راح نضيفوا بين زوج ونص حتى الاربعة لترات خمسة لترات في الاخير بعد ما نضيف الماء راح نضيف فنجل تاعتي تحليب ونعود نحرك مرة واحدة اخرى وانا شربت تعنا راه جاهزة نزيد عليها شرائح تاع الليمون ونخليها حتى وين تبرد باش نلحق الوقت التقديم وقبل ما نقدمو الشربت تعنامي لا لاحسن تكون بردو ولا نضيفوا عليها شوية على قلاصه اشتركوا في القناة وانا شربت تعنا راه جاهزة نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة وتجربوها كما شتو سهلة بزاف تم تم توجد وما فيهاش مقادير بزاف لك انتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم ونتلقوا في وصفات اخرى ان شاء الله والسلام اشتركوا في القناة